نسبة الخطأ المسموح بها في الميزانية اللي حضرتك عملتها وما ينفعش تزيد عنها طبعا لانها كده ما تتسماش ميزانية دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل اي حاجة نصلي على سيدنا النبي ياريت ما ننساش نعمل اشترك في القناة ونفعل زر الجرس ولايك للفيديو علشان يوصل على اكبر عدد والكل يستفاد ان شاء الله المحاضرة التامنة في مادة المساحة الجيودسية هنتكلم عن الاحتياطات الواجب مراعتها في عمل الميزانية الدقيقة يعني انا حاليا هعمل ميزانية دقيقة طب ايه الاحتياطات اللي لازم اخد بالي منها هنتكلم في النقطة التانية عن معرفة اقصى نسبة خطأ مسموح به يعني الحد الاقصى الحد الاقصى اللي انت ما تنفعش تزيد عنه او تعمل خطأ يزيد عن الحد الاقصى ده للخطأ المسموح به في الميزانية الدقيقة يعني انا بعمل ميزانية بعرف نسبة الخطأ بتاعتي لازم ما تتعداش النسبة اللي هقولها حضراتكم في جزئية تانية من المحاضرة هنبدأ في الاحتياطات الواجب مراعاتها في الميزانية الدقيقة واحد يجب ان يكون الرصد لكل الخط ميزانية زهابا وايابا يعني لما اعمل رصد واعمل ميزانية لازم اكفل الميزانية دي على المنسوب زهابا وايابا يعني ااخد مرة رايح ومرة جاي على نفس الخط في الميزانية طبعا دي لانها ميزانية دقيقة فاشيك على نفسي فدي احتياطات لازم ااخد بالي منها وانا شغال في الميزانية اني انا انفزها علشان ابقى شغال بدقة اتنين يجب ان يكون بعد الميزان عن المقدمة مساويا لبعد الميزان عن المؤخرة يعني بحيث اني انا عندي نقطة مقدمة ونقطة مؤخرة على اكد ما اقدر احاول اوسطن او اخلي جهاز الميزان او الجهاز اللي انا بعمل به الميزانية في المنتصف انصب الجهاز في المنتصف بين النقطتين بين المقدمة وبين المؤخرة النقطة الثالثة يجب ان تكون هناك قامتان احدا هما للمقدمة والاخرى للمؤخرة يبقى لازم او يجب او مش لازم بالشرط بس علشان انا حابب اعمل ميزانية دقيقة فمن اسمها لازم اشتغل بدقة يجب ان تكون هناك قامتان احدا هما للمقدمة والاخرى للمؤخرة لتجنب طبعا تأثير الانكسار الجوي وعشان اوفر وقت عشان اوفر وقت بدل ما مساعد واحد يروح مرة للمقدمة ومرة للمؤخرة لا هيبقى عندي مساعدين وجمتين واحدة للمقدمة واحدة للمؤخرة فبالتالي هوفر وقت وهتجنب تأثير الانكسار الجوي اربعة اذا كانت القامة المستعملة زات تدريجين فتأخذ قراءة المقياسين وتدوم في الجدول انا لو عندي قامة فيها تدريج امامي وتدريج خلفي هعمل ايه؟ هشيك على نفسي وعلى القامة وهقره من الجنب الامامي والجنب الخلفي تمام؟ وادون في الجدول واقارن بين المقياس الامامي والمقياس الخلفي طبعا عشان اتحقق من صحة القراءة للتحقيق من صحة القراءة اخذ القراءة من الجنب الامامي والجنب الخلفي خمسة يجب ان لا يزيد الفرق بين مجموع مسافات المؤخرات عن مجموع مسافات المقدمات عن 20 متر على اكثر تقدير يبقى لازم اخذ بالي ان الفرق بين مجموع مسافات المؤخرات عن مجموع مسافات المقدمات عن 20 متر ما يزيدش عن 20 متر الفرق يجب أن يظلل الميزان دائما أثناء العمل ونشغال ليه طبعا علشان ما يتأثرش الفقاعة ميزان التسوية حتى لا تتأثر فقاعة ميزان التسوية طبعا أكيد بدرية الحرارة والعوامل الجوية لأن درية الحرارة طبعا على المدى البعيد بتؤثر على الجهاز فبالتالي يجب أن يظلل الميزان دائما أثناء العمل حتى لا تتأثر فقاعة ميزان التسوية ويقل طولها طبعا وحسسيتها سبعة يجب أن لا تزيد المسافة بين الجامة والميزان عن 100 متر في أحسن طبعا الأحوال الجوية يبقى في أحسن الظروف الجوية وأن الجو جميل يجب أن لا تزيد المسافة بين الجامة والميزان عن 100 متر وهي عادة ما تأخذ طبعا من 30 إلى 40 متر ولكن في الأراضي الوعرة والمنحدرة لما تكون أراضي عالية وواطية فبالتالي مطدر أن أقل المسافات علشان أقدر أخذ القراءات دي وأحول الجهاز فبالتالي عامة بتكون من 30 إلى 40 متر حسب الطبيعة اللي حضرتك شغال فيها وبتعمل ميزانية فيها تمانية يجب العناية بضبط ميزان التسوية الدائري في جهاز الميزان لازم أخذ بالي دايما من أن ميزان التسوية الدائري اللي هي المية في جهاز الميزان دايما أخذ بالي أن هي مزبوطة كويس وشغال كويس لأن طبعا دي مهمة جدا عشان ما تدخلش نفسك في أخطاء عند القراءة على الجامة تسعة الفرق بين مجموع قراءات المؤخرات ومجموع قراءات المقدمات بين كل روبرين يساوي الفرق بين منسوبين الروبرين يعني أنا جمعت قراءات المؤخرات مع بعض وجمعت قراءات المقدمات مع بعض الفرق بين مجموع المؤخرات ومجموع المقدمات المفروض أن هو يساوي الفرق بين المنسوبين بتوع الروبرين اللي أنا عملت بيهم الميزانية في الأساس دي طبعا نقطة مهمة جدا هتأكد لي الشغل بتاعي وابقى شغال بدقة كبيرة ثانيا الحد الأقصى للخطأ المسموح به في قفل الميزانية الدقيقة نسبة الخطأ اللي أنا ما ينفعش أزيد عنها عندنا في الميزانيات سلاس دريات وشرحناهم في دريات المسلسات في محاضرات في محاضرة سابقة واحد نسبة الخطأ المسموح بها في الدرجة الأولى والتي يجب أن لا تزيد عنها 4 جزر كاف تساوي 4 جزر كاف ملي متر يعني شفت الناتج بالملي متر نسبة الخطأ المسموح بها بتكون بالملي متر في الدرجة الأولى يعني السوابت الكبيرة جدا السوابت الكبيرة جدا اللي هي بتكون باجهزة حديثة طبعا على مسافات كبيرة جدا طب ايه الكاف طول الميزانية بالكيلومتر طول الميزانية اللي انت نفستها بالكيلومتر يبقى اربعة جزر كاف اللي هو طول الميزانية هيدينا نسبة الخطأ المسموح بها في الدرجة الاولى لو انا شغال درجة اولى طيب اتنين المسموح به في الدرجة الثانية تمانية جزر كاف كاف طول الميزانية بالكيلومتر ثلاثة المسموح بها في الدرجة الثالثة والدرجة الثالثة اللي احنا عامة نشغالين بها في المواقع نسبة الخطأ ما تزيدش عن اتناشر جزر كاف كاف طول الميزانية اللي حضرتك عملتها بالكيلومتر والناتج بيكون ملي متر يبقى اتناشر جزر كاف ملي متر دي نسبة الخطأ المسموح بها في الميزانية اللي حضرتك عملتها وما ينفعش تزيد عنها طبعا لانها كده ما تتسماش ميزانية دقيقة زي ما قلت لحضراتكم الكاف طول الميزانية بالكيلومتر اتمنى الفيديو يكون لعجابكم ما تنسوش دعمنا باشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليس لكم كل جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة س hygiene